حاملة عددا من المواقف والمطالب الواضحة المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصعيد الإسرائيلي الخطير على الضفة الغربية وانتهاك الوضع القانوني والتاريخي في القدس المحتلة والدفعي للاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة أنها ستذهب بهذه المطالب إلى اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال الأيام القادمة جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته اللجنة في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى لتعزيز جهود التحرك العربي والإسلامي مع العديد من دول العالم لدعم تجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال سنذهب إلى الجمعية العامة بعدد من المواقف والمطالب الواضحة وسنعقد عديد اجتماعات هناك كما قلت لولا وقف العدوان على غزة وقف التصعيد في الضفة الغربية وقف التصعيد ضد لبنان أيضا والتوضيح خطر استمرار السماح لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا حتى في تاريخ إسرائيل من دفع المنطقة باتجاه الهاوية سنعمل بشكل مكثف على تشجيع عدد أكبر من الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية موقفا نعتقد أنه موقف يجب على العالم أن يتخذه رسالة بأنه يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويدعم حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وبالتالي يدعم حق شعوب المنطقة كلها بأن تعيش بأمن وسلام وفي مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين الأردني أيمن الصفدي عقب الاجتماع أكد فيه أن إسرائيل هي المسؤولة عن التصعيد الخطير في المنطقة بشكل عام داعيا العالم إلى ضرورة محاسبتها على جرائمها وفرض عقوبات رادعة بحقها مؤكدا أن حكومة الاحتلال تعمل بشكل واضح على خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحدية العالم في ذلك الخيارات كلها على الطالب كل ما نعتقد أنه يختم هدفنا في وقف العدوان على غزة وفي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني كل ما يخدم ذلك فهو على الطاولة فنحن نعمل ضمن رؤية واضحة منطلقون من أسس واضحة ولنا أهداف واضحة وبالتالي ندرك ما قلته تماما أن هذه الحكومة الإسرائيلية لم تستمع إلى حد تحدث القانون الدولي تحدث قرارات المؤسسات الدولية تحدث حتى داعميها في هذا السياق فنعرف ذلك لكننا نحن أيضا مستمرون في جهودنا تم تتغير في الموقف الدولي تغير متدرج لم يصل بعد إلى ما نريده لكن مواقفنا كانت واضحة نحن نطلب عقوبات على إسرائيل نحن نطلب خطوات عملية تردع عدوانيتها وتحمي المنطقة كلها من تبعات ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية الصفضي أكد أن اجتماع اللجنة عكس التوافق الواضح بين أعضائها على الخطوات القادمة مشيرا إلى أن الخطوات جميعها مطروحة بما يخدم هدفها بوقف العدوان وتدسيد الدولة الفلسطينية وعدم دفع المنطقة إلى الهاوية وقيام حرب إقليمية أحمد بدران تلفزيون فلسطين عمان